جديد 29 دقيقة على موجات راديوماد بعيد شوية على السياسة نمشي ونشوفوا آخر الأخبار والمستجدات فيما يتعلق بالوضعية والأخبار الاجتماعية شوية ثقافية شهدنا نهاية الأسبوع هذية حفلة متع تدشين نهج كلوديا كاردينال الاحتفال والأجواء الاحتفالية اللي شهدناها في تدشين نهج باسمها في الزيارة الأخيرة اللي تأدها إلى تونس البارحة الكل تبعوا هذه الأجواء الاحتفالية وتعتبر ظهر لي اليوم زيارة ومبادرة ومعناها احتفالية خلينا نقولوا ناجحة لأنه البرحة أول حاجة حقت نسبة متابعة كبيرة من عند التوينسة شهدوا الحدث كيف زادة من حيث التنسيق والتنظيم كانت زادة كيف كيف ناجحة لأنه تزامنت معها معناها تنظيمات أخرى احتفالية ولقاءات حتى ثقافية فنية مع الحدث هذية ومهمة جدا خطر صارت المقارنة بينها وبين القدوم والزيارة متاع رولاندين واللي تونس مؤخرا واللي تعتبر من حيث التنظيم معناها فاشلة شوية لكن الزيارة هذية على الأقل والمبادرة هذية كانت ناجحة خدمة المنطقة ومازالت والحقيقة كان زادة كيف كيف قال التنظيم من حيث وزارة الشؤون الثقافية وكيف كيف بلدية حلقة الويد كانت ناجحة سوفيان وكانت حتى صور جميلة وحتى الفنية كلوديا كانت حتى في اللبسة متاحة حافظت على الطابع التونسي شوفناها لبسة كيك الخلال معناها التونسي الفضة حتى في اللبسة متاحة في الأكسسوارات دونك التنظيم كان نجمو قولو كان جيد وفي معناها في مستوى هذا الحلف في الحق كلاوديا كان دينالي تونسية تونسية من أصل التالياني مولودة في تونس وتربية في تونس وسنة 1956 تم انتخابها ملكة جميل تونس ومثلت في الأول فيلم تونسي تعمل بعد الاستقلال مثل فيه عمر الشريف يشبو جوحا ترجعك براتي ومثل فيه وقت هذا مثل فيه زينة وعزيزة ومثل فيه لذا قلعي وغلو وبعد اتعرفت على المستوى العالمي وتشاهرت لأنه قبلها هي كانت موجودة أنا مانياني في إيطاليا مشهور غيسر وبعد جيت هي وجينا لولو بريجي دا وبعد صوفيا لورن الجيل الجديد من ومثلات منهم ببينسويل كلاوديا كالليناري واللي هي عندها حب التونس كبير جدا وعميق وكتبت كتبتها منذ السنوات على تونس وجي ديما التونس تعتبر الرب ينسويل الإنسان ماسقط رأسه مثلا مش معز من بلاد وحومت وينتولد وينتربى وغيره هذاك في الوجدان متاع إنسان هي الحق تبادل وطنها تونس مشاعر المحبة والحق مواقفها كانت دايما مشرفة توجه تونس وكذلك هي بنت منطقة سحرية وهي حرق الويد حرق الويد لغوليت كوليتا هذي مشهولة عالميا وعندها سحر خاص يعني حرق الويد كي ما تقول حمامات ولا سوسة ولا جربة ولا سما بلايس هكا عندهم سحر رهيب في المناطق هذه البحرية السحرية بلنيير حرق الويدان كونتولنابي الحق كانت كما قلت احتفالية كبرى وكانت هي دالت في المدينة العربي وحكاوا معها المواطنين عن كلها وكل شي هي تقدمت في العمر عاتيا لكنها قاعدت ديما عندها كل الحب والشوق إلى وطنها الأم وحق كان الحدث جالي جدا كما قلت ابعوه ياسا العباد كانت احتفالية كبيرة زالة في حرق الويد على فكرة حرق الويد السنية فيها حرقية غريبة توا عندها شغل ونش شهرين يعني توا تبشي ما تلقاش بلاسة في المنتعم قاعد عائلات تقا كل شي في كل وقت مش كان في الويكان شي غريب حرق الويد رجعت إلى الحياة التنبذ وحياة أنه ونش حبوش تيت انتاحها ولهوان تاحها وكذلك المتعم انتاحها ولمات العيلية حرق الويد عائلية ببنسيات حويتها في حرق الويد بالدنيا وما فيها راه ها هو حرق الويد معروف وهي عائلية تحس بحرق الويد معناها نحبوها العائلات يحبوها العائلات صحيح يمشيوها يمشيوها الكوبرويت يمشيوها ليجوان وكل شي أما حرق الويد معناها فاميليا ذي الصبرة الرئيسية وفيها مطعم كبير عاكي جدا وفيها مطعم في متناور الشعب الكريم وفيها مطعم غارية وفيها كذلك السحر وكهاو البلاسة عندها السحر رهيب لونك الحق أنا شخصي مراوانو مهم جدا في رونالدينو كانت حاجة أخرى لأنها مرتبطة أكثر بشخص جيب رونالدينو عمل ييمكن بروموسيون وهو عمل الفيلم به رونالدينو لكن كل هذا كان دينار مهما يكون تقعد بنت تونس وبنت البلاد وذكروها الأقدم وفنانة كبيرة وفنانين من نوع هذا كواجرية ثم كبار وبشهولين وغيروا ولكن الفنانين يبقوا ديب عندهم يعني الدلالات ديما أخرى تختلف في الأحد كبير مشيش عانا كذلك من شيربوجنا يحلي هو من غادي كوثما فيلم عملوها لدارهم فيلا بلوتو واحد أخر صحافي تونسي يعيش في فلانسا اللي عملو عليه فيلم فيلا جا أجمع أما مشيبو جنيحة دهوم غادي وغيرهم الحاق الويد ومثل في فيلم تجريم كان ذكره أنا تعلق قوليت وين هو مثل الشخص يديما شد راديو يحكي له ما وصال التحارب هاي خاضتها وصالش بصالش مع محمد الدليس والعدواني اللي أرحموا وعديد الشخصيات الأخرى لذلك الحق أنا نرى وأنه يجب أن نكثفوا من هاللقاءات خاصة وزال ثقافة هالنالين عايشها مشاكل نطمون كنس ماتش بالحكاية بتاع معنها لسعد بن حسين اللي هو رئيس مدير بيت الرواية ولي تمت إيقالته معنها أثر الملحظات اللي عملها في تدوينها وعمل لرجاء انتجويف الشروح وأحذره في حاف الأسنين الكومارة الذهبين هالسبت وقال لأشياء وهما خرجوا في مبادل اللي تمت إيقالته لأنه هو طلب من منشط سيمولاد زغيدي قالوا بأنها عطيه للناس المكرمين ميكروبش يتكلموا وهالحق من بعد الوزيرة قابلة جميع نخطلهم بشناحية هم بعد خرجت قرار إيقالته في الموقع بتاع الوزارة اخرج رسميا ولي حقا نقيته موقف موشين جداً بالحسين نعفو بالكديا من قبل صديق عريق كاتب كبير نحرير تفل ملتزم هاي اللي يشرف المثقفين والأديب هو الساعة يستدعوه ما يستدعوه كمدير بيت العواية يخذي فضل الثقافة يعني يتابع مدين الثقافة بل استدعوه مشي بسيفته ككاتب وبعش بتوش أشياء قالها ومشي عقبته الوزيرة ولا نعتبر هذا خطأ غسيم اللي عملته الوزيرة خاصة وانها يمكن قلبها مغلف ومعبي عليه لنعطان تلفيه في جهلة الشروق قال مش مالية بلاصيتها وقال عديد الحاجات كي ما هاكا وعمل تدوينه في يعني ولينا الناحي ونس من خدمتها ما يخذت عمل تدوينه ما شفت في التدوينة وكاقلة حرية واقلة احتلال من الوزيرة ولصد نارف ونسان لطيف جدا لاذع لكنه لطيف جدا حاب العبر على التضامن معه يعني الحق الوزارة بقادر ما كانت كبيرة مع كلاوديا كاردينال قادر ما كانت شغيرة مع لصد بن حسين ويمكن تمتها الكومات موجودة من قبل وهو مش مساعدته المسألة وهو زادا قد كيفاش لزيلة تستقبله معناها بالنسبة ليه سما هذيك الانفلونسوز اللي تعقلتها انتا على انستاجرام يقول ليه ممكن بالاجدر وانها تستقبل نشخلين هو رائي ويعبر عليه ناس وهم احرار تجي انتفق معهم متتفقش اما بشتوصل قاتع رزيقها كي على تدوينه ولا على خاطره عمل ملاحظة وقال مولاد صغيري بربي يا أعطي والكلمة ديش معه الحق سما مشكلة هنا وزارة بالتشفي والتي وشفنا في حكاية السينما وصالت اشكاليات في 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 متاع السينما ديك التابع وزارة الثقافة في المهرجانات متاع السينما متابعين مساحوا شوية بوصل لو أصعب وزارة هي وزارة الثقافة والثقافة روى في تونس يعتبروها العجلة الخامسة في حين انه هي ما يتبقى هو الثقافة هي تعريف الثقافة هي ما يتبقى عندما ننسى كل شيء سيسكي سيسكي غسكي غسكي وثانيا فلانسا مثال تشوف الثقافة انتحها الموقع الثقافية تدخل ستة سبعة مرات أكثر من مدخين متاع السيارات سيارات دولية معروفة على الأقل سيارات بشهول عالمي يدخلوا قدها يعني الثقافة هي مخزون تراثي كبير وفيه فنون فرجة وفيه كذلك التراث المادي والغيرو وما تبقى ثقافة يعني الحق احنا نعتبر الثقافة أخر وزارة عندها ميزانية ثانيا نتعامل مع المثقفين في تون نتعامل معهم بالزراكة بالردن وبالترد وبمواقفه والوزيرة أعلنت المجموعة قابلة تشبعناك منقابة تاميهن ثقافية قتلهم بش ناحية يعني هدايا اللي بلغت مساء ومسي بلوش لسا ومن بعدها هبطت قرارة في الانتدينت يعني بصراحة أما خلينا نقعد وتعامل مع المثقفين أصعب ببرشة على خطر المثقف ديما ثائرة وديما يوقض وديما عند الموقف ولا من المفروض المتعرفة في الشتعة صارت اللي يقول في أحد المقولات المتاع وكل كل ما يقولها المثقف لهذا دا في زمنه وصمته أيضا حتى صمت المثقفين لو خيب معناها ما تنجبش أنت وزيلة أو سماوك هي ملاب ثقفة لكن ثقفة مفهوم تقليدي مش مفهوم المثقف العضوي الأديب والفنان والمفكر والمبدع مثقفة كما أغلب تنسى متعلمين المتعلمين مش معناها المثقفين ينجب يكون مش متعلم ومثقف يغني على كروكي وعلى الزكرة والغيطة وتلقاها مثقف عنده ثقافة شعبية كبيرة وتلقاها مثقف ومتعلم ومش مثقف هي نزيلة نحطها أكثر في صنف المتعلمين وليس في صنف المثقفين وهذه المشكلة بتاعها على خطر ماذا تبقى من ثافق العشرين في تونس يبقى الطالبي يبقى برقاسب الشابي يبقى هشام جعيت يبقى حسين الواد يبقى عبروهاب بحتيبة يبقى يعني أبنى بالحاج يحيا وثمى ناس مثقفين كبار وهي للباجي وغيرو وتبقى صليحة وغيرو مش يبقى لي ولد التندخة ولا ولد كذا ولا ولي عنده قفة ديبلوميت وفقرفة العين عنده قفة ديبلوميت لكن ماكش مبدع يبقى كثير منك المبدع معنها هذي كليزو بيفهمو وهو عادة المبدع تلقاه عايش فقير ومريش وغيرو هو كانت عندك للتب وعندك كذا بقدر منحي الوزارة بقدر ما شخصيا أجبوا موقف الوزارة اللي كان حق موقفا متخلفا وغبيا في التعامل مع سيلا شعد بن حسين وتنحيته بذي الطريقة بمجرد أنه عملت أدوينه والعطاء انتليفيو وش بيك يقول لوزيلا ما أجبتنيش في يداها معنها كليم دولاج مرجستيه بلك البيت بلك نقولوا يا عمبو البيت يغيبته ليخو الكرسي يرفض ولي حتى يرفض الناقد يرفض الاستماع للناس اللي تختلف عليه اللي غير توجهه متاعه ولي معناها بالبوست هذي كان يخذوا قرارات اللي ما يعجبنيش شطب حتى من المنصب متاعه ووليت الاستيقالة سهلة سوفين والمشكلة الكبيرة سوفين في تونس ووليت حتى الإقالات رأي فيها إهانات كبيرة ونوع من الإهانات كبيرة ولينا حتى لينقلوه لنشكروه على الأقل على الأداء اللي هم متاعه ولا حتى نوصلوله قداش من إقالة صارت ما يسمعش بها مولا المول ولا اللي تم إخلق في إهانة كبيرة من وسائل العلمجي واكثر من هذا انت يشوفت طوث فلاذ ديلا كبير جدا ساعات يكلمك وزير يقولك كانوا قتلوا من فضلك فهم قدرك وفد روحك وثقم نفسك ووخص الترفك وكذا بزرعك ما كانش إياك لك حيوني كيف خطلك أنت وزير قالوا واجعلوا وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أملي يعني أنتي جاي باشتهز معنا الوزر مش تزيد علينا مشاكل يعني سمى الحق هذا التعامل وجمهورية المثقفين جمهورية صعبة لأنه روى الهيستقراتية الفكرة أقوى من الهيستقراتية الحسب والنسب نجم تكون انتي ولد فلان وفلان وفلان وجيك من ثقفك بالقاسم الشابي يقول كلمتين هكاية ويمضي في التاريخ هكا جاء كناسيم الصيف وذهب كعاصفة فهمتي عبر 24 سنة قعد متربع فوق التاريخ فوق ثقف التاريخ بالقاسم الشابي قد ديش يلد المشتخلكين قد ديش يلد المشتخلك هذه الشكلية الكبرى قال حتى ابن الخردون في التعليف يقول اني نزعته عن غواية الوتب يقول انا حب يشد قاضي وحب يشد حاكم وما لا مشي يدبر في جماعة وما لا مشي يجيب حتى في جماعة بيش يضربوا جماعة أخرين مثلهم مع بني حم فالاخر قال نزعته عن غواية الوتب نحب نتفلغ للعلم منتاعي وقعد ابن الخردون وما ذلك الحق بقدر ما كانوا ناجحين في كلاما بقدر ما لطفا لو تشرف آيتها الوزيرة بائس جدا مع احترامي لكي وما تجربش يتعدى هكيكة وقابل الصمتين لاش عد بن عسين انتي تتنحك وزيرة هو يقعد يكتب يغدوا يتخرجك فيه لوائية ما لوائيته ولا قصة من قصصهم تاعه ويذكرين عنها النموذج هذين وكما قلت نحيو العباد في غيابهم على الأقل احترم الدولة عايت العبد وحكي معاه وفهمه وعرف كي اما جيه هكي تخرج نهار سبت عشي الخمسة تخرج على خطر هو عمل تدوينه خايبة الحق خايبة تغير يقول القائل هو ما نقصوا منه شي لو نعفوا لساعدم ليه انا لو صديقي منذ عشرات سنوات ما نقص منه حد شي اما اللي اللي ينقص منه هو وزار الوزير الثقافة هي اللي خليت تروحها تتريش حكاكي هكا وماذا بها منها تصلح أمورها ولا نمشيو للأخبار المويلة فيما يتعلق اليوم بقرارات متع هدم لبعض الفضاءات السياحية نجمو نقولو اللي صار في بلدية في ولاية بن زرت حاول هدم فضاءات على الشط اللي معروفين ربما هذوما هالفضاءات هذوما اللي انتصبوا في بعض الشواطة في بلدية بن زرت اللي خلينا نقولو تشهروا في المدة الأخيرة برشا لأنهم يخدموا نوع معين متع السياحة كانوا محل معناها زيارات من توينسا برشا اليوم هو لمحالها ونحاوه كمثيل كوكوبيتش مثلا حتى وكاننا هو دجاه ونحاوه الكل وقلعوه كما يقول للتونسي قرارات إزالة للفضاءات هذية تجي بعد مخالفات صارت حاولنا احنا بطبيعة وقعدين ما زلنا نحاولوا نتصلوا ببلدية أوتيك باش نفهموا على الأقل من رئاسة البلدية الأسباب هذية وشنية الإجراءات لأنه توينس البرح قالوا وعليش نمشيوا ديركتي لقرارات الهدم علش ما ناخذوش على الأقل معناها محاولات لأنه ناخذوا المسار القانوني معناها نعطيهم فرصة أنه يوسويوا الوضعيات امتاحهم الكل ومن بعد نقوموا بقرارات الهدم أه اتحصلنا على رئيس بلدية أوتيك اتحصلنا على رئيس بلدية أوتيك وشنزيد ونفهموا منه الأسباب وراء قرارات الهدم هذية اللي صارت لبعض الفضائت السياحية وهل معناها صار على الأقل ملول محاولة التسويت الوضعية قانونيا وشنو اللي صار بالضبط سي حبيب الهميمي مرحبا بيك رئيس بلدية أوتيك مرحبا بيك سي الحبيب دونك القرارات متع الهدم هذو ما يتبعوا البلدية متاعكم اللي صارت في بعض الشواطفية بن زرد خنعرفوا فين البلايس بطبيعة الاضماء اللي يشملهم هذه القرارات وهل صارت على الأقل محاولة مبدئية في تسويت الوضعية قبل اللجوء إلى قرار الهدم مرحبا بيك مرحبا بيكم أهلا وسهلا شكرا بيك لقد قمت بيك لقد قمت بيك لقد قمت بيك غير مدينة بالمشتركة قمت بيك بجلس نوضح واي. تفضل السيدية. اي. اي. انا نقول لكم جي ثبت على رحلة. ايه. اه ما اصلتش الخرار هادو. ايوة. قتيك عندها في نصيب هزوز قرارات. واحد هدم واحد ازالة. ام. والاربعتاش الاخرين في جيهة غر ملح بيشراف. اه ريس باللديف غر ملح. عجب. 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 لو حت نواتيك ما كانتش حاضرة فيها الو. ما نعرش علي شمال ايها. اكترفش اه حاضرة في اه تطبيق القرار اديه. كترف لوجيستيك. دمتة. ام. ما نعرش على شمال اه سيوه ثمين اه. ازالة القرارات هدموا من الفين وتسعة عشرة. امم. وتقرر تنفيذ القرار بعد اتماع اللجنة الجهوية. بحضور لابال بصيفتها الرافعة على المخالفة. و. و لابال اللي كان حاضرة في اللجنة هو المدير العام طالبال في مقر الولايات وصارت اللجنة هذه وتقرر تنفيذ القرارات المهاجدة تنفيذها والتي تعذر عليها التنفيذ مهما كان يجب يقع تنفيذهم ويجب القانون فوق الناس كله يتنفذ وتحرير المنتصر هذا من الانتصاب واضح هو تنفيذ القانون لكن الحبيب على اقل مبدئيا بيخنفهم واشنية تجاوزات بالضبط اللي صارت وكيفاش تم التفاعل منذ تسجيل هذه التجاوزات الى وصول القرار متاع الهدم معنا اشنية المراحل اللي مرتبا احنا روى تخنالوا بعد الشي مع اللجنة الزونة ذيك وتظهر انه معنا عرفنا اللي هي موجودة في الاراضي انت اوتيك ابتداعا من المنتصب اذاك وما بعده بجهة غير ملح فم حاولي الف متر ومحرومين منه هنه عامين فقالونا مش تابعك بجاء حتى الترخيص ما زمت له حتى ترخيص ومسار له حتى تعامل مع بلدية اوتيك اوتي مع اللجنة عرفنا عرفنا اللي هو هي رجع بالنظر وهو وفم مقربة الى ستة سبعمائة متر وختي ترجع بالنظر ليوتيك وتولي دخلك في الزونة اوتيك هو معناها المنتصب هذيك المنتصب هذيك ومعندوش الحق في مدعم عندو الحق في السغلاء المشرب وموسميا من مدة شهرين ولا قداش والارتصاب يتم بالموات خفيفة ولوك الحقيقة هي اخرى معناها هذي قداش من عام اللي جينا كبلدية ومحصتها كان منتصب شوي بيتان ومن نجموش نتعدو للزون لقرة ومن نجموش نعوم وقدام ومعناها ملك عمومي واحد بحلي وتحول للملك خاص وقع منها زادة حتى المواطنين باش المرور او السباحة او غير وغير وغير كان اللخص الحبيب معناه هما واخذيننا ترخيص لكن الترخيص مبني على مطعم فقط هما حلوا مطعم ومشرب ومبني زادة كيف كيف على ترخيص موسمي قانون اختي احنا انا الحق كان في اثناء الترخيص للمشر مش للمطا للمشر او السيدة ذا اللي اخذها من عنا اللي اتعامل معنا لنعرفوا كيفاش خذير الترخيص انتعب اه معناها الترخيص ما اخذاش من عندكم متوما رغم انه المكان تابع للبلدية متاعكم سوى هو تابعنا احنا بقى السيدة ذا بتعاملش معنا اليوم للبرع لمنهار اليقاع اهداث بلدية توتيك بالعكس المدير العام تعالى بال وسيد الويلي واللجنة جهوية كاملة اخي الحبيب كان تسمح سويل في هذا شأن اخي انتي تقدمت انتخابات البلدية متاعرش البرمتر الكميونال متاعك قديش ما انا كما سيني اش لدار بعد يقول لي اكتشفت البيت هذي مش تبعت سمح البرمتر الكميونال عنا نعرفوه طرف طرف ملها قلت وانو اكتشفت وكان توا وانو انا 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 احذيك في السوائل بنت تغشاش انا سوائل مطبقني اسمع لي اه اطرح السوائل خلي نجي بك لا سمح لي شويك ما تشنج خلي نتلاحظ السوائل ان كما نتلاحظ سوائل حبيت نقول لسيادتك لا انا لو نحب دخو معلومة من عند سيادتك يعني ثم تحيل يمكن ثم تحيل للاعتداء على الملك متاع البلديات مدام قلت سيادتك يقول ملك الخاص يعني يقول ملك الدولة الخاص ومش ملك العمومي بحث اي 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 فهمتك اي احنا عنا البي 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 تاج انت عنا تجاه قانون عندكم الحق الهوني حد البغاز مشي للبغاز اكتشفتوا انتم هذيك داخل في البي الكم وانتم على بلكم اش ملك حتى كان في بي لا ملك ملك بنا ملك 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 عليك وش تعاد الله يبي كيف منك فهم منك ويقول ويقول يقول لك يا داعي احنا مقربنا هش وعنده ترخيص ما هش منعن نحن ديجاه وكان انت صبر ومش بالبلدية نحن والترخيص واخذها من بلدية اخرى ومن الابال خاطر ما او اعلم اخويا اذا نجم اذا تور تثبت مع اطراف المسؤولة على هذة اما كبلدية اثيك نجاب بلدية اثيك احنا بالعكس معناها ممكن ما يعرف هش حتى كتثارت الاشكاليات هذية سي الحبيب معناها في البداية ما قدمتوش تنبيه ولا دعوة لتسوية الوضعية مش نحن قموا بها الجهة المنفذة هي لتقدم الجرائيات كوم الجرائيات وقالوا السلطة الجهوية ويذور اللي تم هذا كله كان في الواحد السايد لا يتي بريفيني وانا نجاوه في بلاساتهم ويذور فيه امره اللي نعرفه انه القرارات تقديمة فما مرسلات بني تم الله وعلم كيف استر ورح نقول لك أنا حضورنا في الترفيه كجهة لوجستية احضرنا باعتبار ان في الرافع وفي الواحد ومشينا وقصنا غديك وفرحنا واهالي اوتيك رح بالترفيه ذالي ان حل البحر للناس مش نحوه واضح واضح شكرا وبرك الله في القانون الذي هو فوق الناس كل لا بينصير اكيد القانون معناها فوق الجميع اذا كان القانون وثممه خالفه هذا يتطبق على الجميع مهما ان كانوا شكرا لك شكرا 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 بلهمامي يا رئيس بلدية تأتيك على هذه التوضيحات ساعات نستغرب شوي بون تأسفوا انه حاجات كيف من هكا ما ثم اشكال اي احنا يزم نساعد في التقسيم الترابي زادة حاجتين اولا قبل كل شيء احنا لو قلوا عنا الف ومتين كيلو متر بحر كي تدخل الموقع على بالتو تقع عنا الفين ومتين وتسعين كيلو متر منطاع الشريط الساحلي لانه تدخل فيها الجزر تدخل فيها الخلجين وتدخل فيها حتى الابرات يعني الفين ومتين 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 اللينيار قريبا الف وثلاثمية لكن كي تدخل جربة مثل جربة رايي مرعة ونص قد مالطا هي دولة كاملة مالطا راي فهمت ولا قرقنا ولا حتى هنهالين حكيوا على جزيل تلبيبان ولا حتى جزيل شكلي طعفة بل ديك كوت فهمتني دوك الفين تسعين تسعين كيلو متر منهم تقريبا ستمية واش كيلو متر اليمال بيضاء ومؤخرا كمشينا الكوب وانتين وحطف كوب بين التونس وانو ستمية واش كيلو متر منهم تقريبا ميتين واتسعين كيلو متر مهدد بالانقراض كما توقع ديك في قريب مثال ولا يصير في المعمورة ولا يصير هوا هنا عنا في الدخلة معناها ولا كما صار مثال في دل شعبين دل شعبين فهري ثم بحر معتش بحر موجود لك الرملة البيضة معتش دونك الحق هنا عنا ستة وسبعة كيلو متر مبيل سليمان وبر صدرية قدوهم وموجودوا من وقت بن علي وعودوا شطرة رجعوهم معناها كما كان ثلاثين سنين التالي لكن كذلك بانسور وانت سؤال تلحت وخاطر انسان يجي يعمل مشروع وقل الكلام في بريش به والدجا يقول احنا معتلات يعني هوا في البرمتر الكميونال والبلدية ما في بهش اللي هي اراضيها وسيد بيخل تلخيش من نسخلين وموجود وغيرهم بعض يقول ليه هذين بتاعك ويجب يتفذ عليه وقال لك انا عملت هدم وإزالة ثم حاشتين يعني بشوالك يسمى يا التشي يا عملية معينة عملية يعني في المنطقة الرمادية ديجا استغربت انو كيفاش رئيس بلدية غير مرح يقول القرارات مش تبعتني لانا ديجا تصلت بيه وقبل قبل اتيك معنى شفته معنى انت بتشد رئيس بلدية ودخلت الانتخابات يزم تعرف حدود البلدية بتاعك مسطلة تعرف بيانس يقول لك هو كانش على بين لما جاء سيد ودي العام وقال له تبعت كم العملية على ما يبدو كانت فيها مخاتلة وانه هاك تابع ايتيك لكن مش تابع ايتيك ترخيص ومانجموش تابعوك البلدية اللي بحديك غير ملاحيان سيد سويت وهو فاك الزون دون 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 هذيك المنطقة المادية يخدم يبقى كذلك حاجات كما هكا ثمانية سيلج ومانس تصحيخ البحري لك ثمانيس عن المبلسات اي والسامي كبير ومتواطئين مع عشخاش اي ولي سكر زي دا حتى الطرقات اللي تهزل البحورات ثم تجوزت صايرة دون مش انتبقوا في نفس معيال على النشكل هو رو سوفيان في فترة مية هنا في الحمامات ونابل تم تطبيق القانون في فترة مية وقتك شوفناك الحملة اللي تعاملت بالجداء بالجداء ثم بعضها رجعت الامور تخلطت في بعضها اذا قاعد يصير في كل نسمى وليت شدوا هني عطاو ترخيص لعبات صلاحكي ناس كل تحكي فيها تحت الحيط وانا موزودين دبوا وصل معطا وعملوا حاجات احنا نقولوا عن دور ما عندك الحك تبني كذاني قلت لك عنديك بلاصات حكسر من بلاص والبلاص في الماء معنا لو حتى سيمان تعملوا ليس بسيمان عادي معنا الخرسان وكل شيء يجب ويكون سبيسيال وانا هنا الاشكالية وانا كنتي بالنسبة للمدام جبت عليها الناحر كوكوبيتش وانا يحبون كوكوبيتش لكن يقول لك لا اخوية اذك وانا فرح وانا يقول لك انا فرحان وعليش على خاطر المواطنين مواطنين فرحانين مواطنين يزدد كيما قلت يجي داخل القائرة وانا كل واحد وقف له بهراوة واحد بدبوس واخد كذا خوية تدفع خمسة وسبعة وغير وصل تشكليات كبيرة في سنوات الاخيرة وحتى قبلها حق المواطن بيش يعم في الشتيتة ما عاد حتى بيش تتعدى راه يا والد في الفضائيات حتى بيش تتعدى على الشط تمشي حتى نوات كانت اخو حمامات تلقى زنقة شغيرة تدخل منها ما كانش تظلم منوطيل حتى الوطيل اخر وقل لك سبعة وثمانية كيلو متل ما عندك شو منين تدخل يعني شط وانت ذكرتنا باللي صار في سوسة وكعمليات الهدم والله العظيم بعد عمليات شو يعمل ستة وستين كيف تحس ها وساعة المواطن يجا يلقى وين وين ويقعد حاجة تعمل ستة وستين كيف ما يش هو ختم عباد بعد يحلقوا جماعة ويحكي ويقولوا آه حسب الله ونعم الوكيل حط الوحكي بلاس الانسان اللي سكلوا عليه لهو ولا سكل عليه شتيت ولا خلو ويستاد وكل شيء بين سوية الأحمد ونقولوا هنا نقولوا منتجبش تجيز المسألة انتقائية طبق عنيش كل كل منجاوز مثل العموم البحري ما عندك انتي ليلي متع 40 متر على قديش طبق عنيش كل كما قال لك مهما كان حزب مش حزب واصل مش واصل آآ افاقي مش افاقي بلدي مش بلدي مو دخلوا في المنطقة هذي كالك سواق ماشوقة اللي طبق عليها فهمتني احنا الحق هذا مش موجود الحق لحد الان هذا مش موجود وكي تشوف انتي حمام الغزاز ولا كان تشوف قليبي الدخل متاع قليبي بالأكزمبل بعد المو اللي جهت سالان بوغيرو شي غريب قادر تشوف بالأكزمبل دالعلوش تواصيل فيها وتشوف هناك في الحمام حق ماذا بينا تبق القانون بحذفيله على الناس كل وإذا كان صلح تعمل صلح ولو في العالم أجمع هاته تونسي هنالين كان يحط في تصور يوالي في تصور في البرمس وفي التنيري وغيرو كم باريزان نعم في تونس حاجة كيفا تنجم تعمل حاجة مش دور وتكون عندك رخصة معناها مش تملك لكن استغلال وقتي للملك العموم البحري العموم البحري بشروط وبكل الشروط وبي كذلك دفع أموال معينة وبخطايا إذا كان عملت حاجات على وسخ ولا البني ولا غيرو وعليش لا تنجم لو تنجم تلق تتخص تقول إيجي أعمل بعدك عش تيتا وبيع فيها لبريك هذا حدود خمسة متر مربع إذا لدينا فترة معينة تبدأ فيها وتنتهي فيها مقنبة لحق هنا إحنا إذا منفهم رغم نزموش رغم إذا كان بش نقذيو علا إحنا عنا كما قد كالفين ومتسعين ومتسعين كيلومتر الرملة البيضة اللي عنا في بلدنا ثمانيس يمشيو ألف الكيلومتر لات يقاها من أوروبا يجيو يقاها في الحبامات يقاها بلايس أخرى البحار اليوم يشد في الحوت يشد في الساردة ويشد في النشوبة ويشد في أنواع ما صردنا لم يشد في حمامات في نابل كانوا يقاها من مالطة وميتار يعني كنبيو في قريب وفي نابل يشد في صردنا متاعنا وهي نشوبة متاعنا نشوبة يعني اليوم أنا نحكي لك أنا صيد نقطص كل عام التو لو كنا نقطص وندخل 500 نشد كابة المنان نودى كنا نشاهيك هكتوة معاش تشوفها تشوف كان الفلوس يعني الفلوس بناني نسميه يعني تدخل القاعدة بحرر وشوف تلقى نشوف لا يعني بشيوريك وأنه وبخلاف وسائل الصيد أما لابشكوتيا اللي عيشوا منها ألف توانسة صيدين قاعدين يقضي عليهم دونك الحق هنا المعادلة بين مسلحة الوطن وبين الأفراد الوقت يلتزم بالقوانين على ما يبدو اللي هاد دولا في سوسة ولغيرهم من عام 2019 حاولوا يدخلوا معهم في عمليات صلحية محبوش والا وانتهت بتنفيذ القرار هذي القرار كما قلنا يبقى قرار قانوني في انتظار أنه على الأقل تكون ثم طريقة معينة ولا وسيلة معينة وإلا معناها تفاهم معين يصير في تجييع المشاريع اللي كما نهذية المشاريع اللي تنجم تكون مشاريع سياحية صغيرة من نوعها في الشواطئ خاصة نحكي وراه على الشواطئ بعيدة شوية على المناطق اللي ساكنية اللي تكون دي جا بعيدة تبشينها بالسيارة متاعك نجم تعدي فيها حتى الويكانت لأنه راه الأفكار هذه مزيانة وحلوة ويقبل عليها راتوسي ويحب حاجة كيف من هكا لكن دائما وأبدا في إطار القانون ولا شيء غير القانون شكرا لك سوفيا نيعطيك صحة شكرا كيف